بحصل لجنة سريعة جدا من عماداء كلية الإعلام وأسادزة الإعلام وعندنا أسادزة إعلام على أعلى مستوى بالمناسبة أنا مش عايزة أضرب أمثلة عشان ما نساش حد لا عندنا أسادزة كبار في الإعلام وفاهمين كويس أوي ممكن يبقى التطبيق ده في الأكل في أي حاجة بس مش في الإعلام يعني مش في التلفزيون أنك تفرج على برامج أو تفرج على يعني بقولك إيه الشاشة دي عبارة عن إيه الوسيلة هي الرسالة بمعنى إيه نعم يوم باخترعوا التلفزيون اخترعوا عشان الناس تقعد تتفرج مع بعض لكن تخيل حضرتك اليوتيوب والباقات كل واحد حيحط الهدفول على ودانه واخد الآيباد بتاعه فركن كده بعيد والتاني وحتى ما بحدش بيسمع التاني لأنه هو سمع واحدة حيحطها في ودانه ده حتى لدرجة قالك لأ ده فيه تطور كمان أنت ممكن من الموبايل تقرض على شاشة التلفزيون بحيث بقى العيلة كلها تتفرج طب ما هو الموبايل أو اليوتيوب مش حيبقى فيه نشرة أخبار مش حيبقى فيه برنامج عن أنفاء تحية مصر الجديدة نعم حنشوفه فين ده أما أنت حتخلي معظم الحكاية مغرية بأنه لا أنا حزيع لك من غير إعلانات وحزيع لك مش عارف بإيه وحزيع لك بإيه لا ده مش موجود برا المسألة مش موجود بالفضاعة دي احنا موجود بفجاجة هنا وفرحانين بيه طبعا حضورك عارف أن الصين مش مشتركة في الإنترنت العالمية نعم نعم عملة لنفسها كل حاجة لنفسها طب ما نستفيد متى الصين صاحبنا ما نشوف هم عاملين إيه أنا بقولش نعمل زيهم نعم بس نشوف كدولة طبعا نشوف الصين العظيمة دي نعم لكن لازال بتعتبر دولة نامية نامية بمعنى إيه إن عندها سكان كتير وهي عايزة تؤكل كل السكان دول وتعلمهم وبتشغلهم وبتبقى أكبر اقتصاد في العالم النهاردة نعم الصين ثاني أكبر اقتصاد ورايحة على أنها تبقى أول اقتصاد وفي حرب مع أمريكا اليومين لفات ما نستفيد من الناس الكويسين دول وهم أصحابنا على فكرة ويعني بيحبونا من أول لأن مصر تعرف من أول بلاد اللي اعترفت بالصين نعم أقدر أقول إنه حك مفيش عمل في رمضان معين حضرتك بتتابعه من أول حلقة لحد دلوقتي صعب والله صعب ملحقش مينفعش إنه ماشهد خمس دقايق دراما ويعني وبعدين ربع ساعة وإعلانات وإعلانات إيه إعلانات يعني بقول لحضرتك كان زمان إعلان بالثانية فكان جميل جدا يعني دقتين تلاتة تشوف إعلانات مكسفة النهاردة الإعلام وبيتكرر نفس الإعلام بيتكرر في نفس مفيش نجم يعني حالك وقفت قدامه من أول رمضان لأ نجم أو حد دلوقتي لأ لأ أتمنى إنه في بقية رمضان روحة دي إن شاء الله يعني ناوة في التأليف يعني خمسة ستة عدوا يقلفوا ورشة اسمها ورشة حتى اسمها ورشة قوي يعني اسمها كده أه والله اسمها ورشة يعني يقعدوا يقلفوا خمسة ستة مع بعض كل واحد يقول حاجة ويقول له طب خد خش ترجمة نانسي قنقر